فتاة جميلة صالحة تقية تتمتع بقناعة ورضى ليس لهم مثيل ورغم فقرها ومعاناتها أكملت دراستها الجامعية ثم تقدم أحد الأغنياء طالباً الزواج بها دون أن يكلف أهلها شيئاً فوافق الأهل دون أخذ رأي الفتاة والتي وافقت هي الأخرى حتى تخفف الحمل عن أهلها وتريحهم من مصاريف الجهاز وتم الزواج وانتقلت الفتاة يوم زفافها إلى قصر جميل فحمدت الله كثيراً وصلت ركعتين شكراً لله ودعته أن يوفقها ويعينها ويسر لها كل صعب بعد شهرين علمت الفتاة أن زوجها تزوج من قبل أكثر من مرة وقد قام بتطليقهن جميعاً عندما لم ينجبن له الذكور من الأبناء فاقتربت منه وذكرته بحديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهما لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات ومن ولي ابنتين فأحسن إليهن كن له ستراً من النار ولكن الزوج لم يتأثر فشعرت بخوف شديد بعد حملها وأصرت على عدم معرفة نوع الجنين إلا يوم الولادة وجاء اليوم الموعود وأنجبت الزوجة ابنة جميلة فقام الزوج بتطليقها داخل المستشفى وأرسل لأهلها كل متعلقاتها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فأصيبت الزوجة بحزن شديد ولكنها ظلت تذكر الله وتدعوه وتحمده على كل نعمه التي أنعم عليها بها وأخيرها ابنتها الجميلة وتمر الأيام وتنقض أشهر العدة وإذا بمدير المستشفى الذي سمع قصتها وعالم بأدبها ودينها وصبرها يطلب الزواج بها ويعيدها برعاية ابنتها وبتعويضها عن كل ما مرت به فوافقت الزوجة وكان لها طلب وحيد وهو تحويل بيته القديم المغلق إلى مكان يقدم فيه الطعام للفقراء والمساكين وأبناء السبيل وستقوم هي بنفسها بخدمة هؤلاء فوافق الزوج بكل رضا وتمر الأيام ويرزق الله الزوجين باثنين من الذكور وبعد سنوات عديدة تتخرج ابنتها من الجامعة وتذهب إلى أمها لتقوم على خدمة الفقراء وتفي بنذر قد نذرته عند تخرجها وفي أحد الأيام يأتي رجل عجوز أبيض الشعر يرتدي ملابس بالية يطلب طعاما فدققت الأم في ملامحه ثم بكت وهي تسأله ماذا حل بك لقد كنت من أغنى الناس قال الرجل لقد ألهتني الدنيا وتركت كل عزيز وراء ظهري ووسط بكاء شديد قالت الأم ألم تتذكرني أنا زوجتك السابقة وهذه ابنتك انهمر الرجل بالبكاء واعترف بخطأه وقص عليها ما حدث معه من أبنائه الذكور الذين طردوه من قصره وألقوا به في الشارع وأخذ يردد هذا ذنبك الذي فعلته معك بالماضي وذنب الأخريات أرجو أن تسامحيني على كل ظلم لك أسرعت الأم وابنتها وأخذت بيده وأعطته الأم مفتاح شقة ليقيم فيها واحتضرته ابنته وقالت له من الآن لن يقوم أحد بخدمتك إلا أنا يا أبي الحبيب ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون